السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة دي موضوعها هيكون عن وثائق أمريكية بتكشف مفاجأة خطيرة بشأن الجيش الروسي وضربات دبلوماسية متبادلة بين الروس والأمريكان اللي عاوز أقوله في البداية إن أحداث السودان ربما أشغلت العالم شوية عن الحرب الروسية الأوكرانية ولكن لو حضرتك بسيط هتلاقي إن كمان الأمور في الملف ده اللي هو الملف الروس الأوكراني كل يوم فيها جديد خاصة بين القوتين الكبيرتين روسيا وأمريكا في إحدى الوثائق المصربة كشفت الاستخبارات الأمريكية عن إن روسيا هتكون قادرة على تمويل الحرب في أوكرانيا لمدة عام واحد على الأقل في ظل العقوبات الغربية المتزايدة عليها الوثائق الأمريكية قالت إن العقوبات الأمريكية ما بتأثرش على الجوانب الروسية بسبب تكيف كبار المسئولين الروس والوكالات والأغنية الروس مع العقوبات الأمريكية والغربية خاصة في ظل إن الأغنياء الروس ما سحبوش أي دعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن الشركات الروسية ما سحبتش كمان أي دعم للعملية الروسية في أوكرانيا بيقول التقرير الأمريكي إن روسيا بتعتمد في تمويلها للحرب حاليا على زيادة ضرائب الشركات وصندوق الثروة السيادي وزيادة الواردات وقدرة الشركات الروسية ساعدت على تخفيف الضغوط الاقتصادية التقرير الأمريكي قال إن قدرة الروس المالية بتتزايد في ظل التلاعب والتحايل اللي بتقوم به النخب الروسية ضد العقوبات الأمريكية والأوروبية وإن العقوبات أصبحت بلا قيمة في ظل اعتمادها على عوامل كتيرة غير مأخوذة في الاعتبار بالرغم من انخفاض واردات النفط الروسية إلا إن الروس قدروا يدبروا موارد تانية من مصادر تانية من أجل تمويل الحرب الروسية الأوكرانية لحين تحقيق أهدفهم العسكرية الروس كمان وعن طريق وزير الاقتصاد الروسي قدموا خط التوارئ من أجل تجنب أي انهيار للمؤسسات الروسية زي بنك الاستثمار الدولي والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي وبنك الاستثمار الروسي من أجل مواجهة العقوبات الغربية والأمريكية التقرير الأمريكي بيقول إن جهاز الأمن الروسي كان قلقان جدا من عدم كفاية العملات الأجنبية اللي بتحتفظ بها البنوك الروسية وحذروا من إن أمريكا ممكن تفرض عقوبات تانية على الشركات الصينية اللي بتتعامل مع روسيا وبالتالي طلبوا إن المعاملات مع روسيا لازم تكون سرية حرصا على توفير عملة صعبة للدولة الروسية برضو أنا عايز حضرتك تخلي بالك من نقطة مهمة وهي إن تسريب بشأن قدرة روسيا على مواصلة الحرب لخطوات اللي اتخذها بوتين من أجل تحصين الاقتصاد الروسي معناه هو إعلان أمريكي له شقين الشق الأول هو إن أمريكا عايزة تقول للجماعة في أوروبا شدوا حلكوا شوية في دعم الجيش الأوكراني لأن الحرب مطولة معنا شوية والروس عندهم القدرة على مواصلة الحرب لمدة عام تاني على الأقل أما النقطة التانية أو الشق التاني فممكن تكون رضوخ أمريكي بخصوص طلب التفاوض مع الروس وهو إن الروس عندهم القدرة على مواصلة الحرب في ظل التخبط والانقسام اللي بين الأوروبيين بخصوص دعم أوكرانيا في الحرب وعدم التعويل على الهجوم المضاد وإن الروس ممكن بعد إسقاط مدينة بخموت يسقطه المزيد من المدن فالرسالة الأمريكية فيما معناها كده هي إيقاف الحرب والتفاوض للوصول لتسوية في أوكرانيا في الجهة المقابلة بقى روسيا النهاردة دعت لضرورة تحسين القدرات العسكرية والدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اللي بتضم بيلاروسيا وكزاخستان وأرمينيا وكرغرستان وطاجكستان وإن المنطقة لازم تزود قدراتها الدفاعية والعسكرية في ظل عدم الاستقرار الحالي في العالم وإن بناء القدرات الدفاعية يعتبر حاليا هو الأكثر أهمية وتطوير التعاون العلم الصناعي في إنتاج المنتجات العسكرية وتحدثها والبحث عن أدوار أكبر للمنظمة وتكامل مؤسساتها الدفاعية يمكن المنظمة دي هي جزء من الرد الروسي على فكرة إنشاء فرع جديد لحلف الناتو في آسيا وهتكون بمثابة رمح روسي قادر على التأثير في أمن أوروبا وآسيا مع بعض وفي نفس الوقت منطقة آمنة للروسي يقدروا من خلالها يزودوا نفوذهم وتبادلهم التجاري ويكونوا الضامن الأمني للمنطقة دي لدول الاتحاد السوفيتي سابقا النهاردة كمان روسيا عن طريق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إنها هترد على خطوة السويد اللي طردت خمس دبلوماسيين روس من السويد واللي تعتبر خطوة ملهاش علاقة بالقواعد والأعراف الدبلوماسية ولكن لها علاقة بموقف السويد من روسيا ووعدت روسيا بالرد على الخطوة السويدية اللي اعتبرتها إنها جزء من حملة دعائية واسعة النطاق مع دول أخرى في شمال أوروبا ضد روسيا الخطوة اللي قامت بها السويد زيها زي اللي قامت بها مولدوفيا وفنلندا وألمانيا ضد دبلوماسيين الروس اللي جزء منها تشويه الروس بأنهم بيقوموا بحملات تجسس على الدول اللي بيشتغلوا فيها وده ضد البروتوكول والجزء الثاني هو عزل روسيا بعد ما فشلت العقوبات الغربية والأمريكية إنها تعزلها في ظل قوة الاقتصاد الروسي وفي ظل البحث عن حلفاء خارج أوروبا زي الشرق الأوسط والتركيز على دول أسيا الوسطى واللي أسقطت من خلالها أي فكرة عن عزل روسيا أو التخلص منها النهاردة برضو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إن روسيا مش نوية تمشي في طريق السلاح النووي في ظل الأزمة الحالية مع الناتو وإن روسيا بتنصح أوروبا بعدم اختبار صبرها وإن روسيا هتسعى لمنع تطور الأحداث إلى الأسوأ ومش على حساب المصالح الروسية الحيوية طبعا ومحدش هيشكك في عزمنا ولا يحاول إنه يختبر قوتنا تقدر تقول كده إن أي خطوة أخدها الغرب أو الأمريكان بخصوص روسيا كان لها رد روسي واضح زي مثلا لما تم الحجز على أصول روسية مالية في أوروبا روسيا ردت برضو بالحجز على بعض الأصول الأوروبية هناك وزي طرد الدبلوماسيين الأوروبيين من روسيا وزي القبض على مراسل والستريت جورنال الأمريكية بتهمة التجسس ورفض أي فكرة لإطلاق صراحه وزي إن بمجرد انضمام فنلندا للناتو روسيا حركت على الحدود الفنلندية وقامت باستنفار أسطولها في بحر البلطيق وتعهدت بنشر صواريخ متوسطة المدى للرد على التجاوزات الأوروبية ضد الأمن الروسي المعركة ما زالت حتى الآن شغالة في مدينة بخموت وفيه قصف روسي تم النهاردة الأكتر من 12 موقع أوكراني بعد ما كان فيه كلام عن توجيه القصف الروسي نحية بخموت الاستعدادات الأوكرانية المدعومة أوروبيا بشكل قوي بتركز على شن هجوم مضاد يكون هو رأس الحربة من أجل تحقيق أي انتصار أوكراني يمكن الأوكرانيين من الجلوس على طولة التفاوض يطلبوا بأرضهم أو بضمانات أمنية قوية من روسيا ولكن ده واضح أنه مش هيتحقق على الأقل في المدى القريب في ظل كل الشائعات المنتشرة بخصوص تأجيل الهجوم وعدم كفاية الذخيرة أو السلاح أو حتى الجنود المدربين أو تأجيل تسليم بعض القطع العسكرية للجيش الأوكراني من دول زي هولندا أو غيرها من الخطوات الأوروبية اللي شايفة أنها مش قادرة تفرض على الروس شيء في الميدان أو حتى في مجال العقوبات والعزلة يمكن هي دي كانت آخر الأخبار النهاردة في الملف ده اللي الحقيقة هو كمان مطول معانا شويتين وما فيش حد يقدر يتنبأ هتكون نهاية الملف ده إيه زي بالضبط ما ما فيش حد قادر يتنبأ إيه القادم بالنسبة للسودان على أي حال ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته